يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سماء نحو السماء اذا لم تكن تشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات اضع لايك للفيديو شباب دعنا نوصل هذا الفيديو اقل شي 500 لايك او ممكن ان نوصل 1000 لايك صراحة ما بعرف لكن منشوف اذا بتحسن نوصل اقل شي 500 لايك اهم شي يا شباب تفعلوا التنبيهات حتى يوصلكم كل شي جديد واكيد المقاطع رح تفيدكم رح تستفادوا من كل المقاطع اللي هم نزله وهلا دعنا نبدأ باول نصيحة يا شباب ويلا والنصيحة الاولى يا شباب وهي اذا كنت من مستخدمين الفرن والخصم نزلك فرن هون شو رح تسوي مرح تنزل الفرن بنفس الثانية رح تنتظر حتى توصل الفيرس بلد تبع الخصم على البرج تبعك وبعدين بنفس الثانية بتنزل الفرن تبعك هلا رح تشوفوا ليش هيك سوينا طبعا رح يكون في اختلاف بسيط بالوقت هالشي رح يساعدك حتى تقضي على الفرن تبعه بدون ما تنزل اي شي فقط بالفرن تبعك بتاخد الفرن تبعه متشايفين بلش الفيرس بلد تبعتك تتأثر بالبرج تبعه طبعا رح اعرض لكم مقطع تاني هلا حتى تفهموا اكتر يعني هاي الخطأ لا ترتكبوا وتنزلوا الفرن تبعكم فورا بنفس الثانية انتظروا حتى ينزل الخصم البرج تبعه متل مشايفين عفوا الفرن تبعه بعدين نزل الفرن واول ما توصل الفيرس بلد على البرج تبعك بتنزل الفرن تبعك وبتشوفوا كيف رح ناخد الفرن تبعه بسهولة بدون ما تنزل اي شي يا شباب هاد خطأ ممكن بعض اللاعبين يرتكبوه واكيد رح تفيدكن هاي النصيحة والنصيحة التانية يا شباب هي عن السباركي طبعا احيانا الخصم بيزدتلك سباركي بدون ما يزد مع اي شي انت ما في داعي تزد جيش و تزد يعني كل الجيش اللي معك فقط اذا كان معك النايت طبعا هاي اللي بستخدم النايت بزدت النايت على السباركي وخلص انت تخلصت من السباركي هيك شوفوا كيف البرج مع النايت بيقضوا على السباركي بدون السباركي ما تضرب على البرج تبعك وهلأ خلينا ننتقل على النصيحة التالتة ويلا والنصيحة التالتة او السر التالتة هو اذا الخصم كان بيستخدم ماينر وكان دم برجك باخر سواني مثلا 200 قطة او 100 قطة انت كل ما عليك هون تنزل هياكل بالاضافة الى الايس سبارت ورح تتخلص من الماينر تبع الخصم بدون ما يلمس البرج تبعك طبعا ما في داعي تزد كل الجيش تبعك على الماينر فقط الهياكل بالاضافة الى الايس سبارت بتتخلص من الماينر تبع الخصم اكيد هاي المعلومة رح تفيدكن والنصيحة الرابعة يا شباب وهي اذا كنت من المستخدمين الشفاء طبعا معظم التشكيلات مثل الثريمس كتير والهوك صار فيها شفاء فاذا الخصم زتلك السام انت بتحسن زت الشفاء على البطاقات تبعتك على الجنود اللي نزلتها مثل ما شايفين هون زتنا المينو فاخدنا دمج من البرج تبع الخصم تقريبا نزلنا دم البرج تبعه لل600 قطة مثل ما شايفين هون الخصم زت السام نحن زتنا الشفاء ونزلنا دم البرج تبع الخصم ب600 قطة فهي الحركة ما رح تكون متوقعة منك والخصم ممكن يخسر البرج تبعه اذا كان معك شي غير المينيون والنصيحة الخامسة يا شباب وهي اذا كنت من مستخدمين الدارت جوبلين او العملاق الملكي نزلتهم مشايفين يوجد تقضي على كل البرج الموجودة عند الخصم فقط من وراء من عندك دون مايأسر عليك لكن هون العملاق الملكي اذا زتيته وويك ممكن يأسر عليك اذا كان في افيرنو او برج القنبلة لكن اذا زتينا غول نفخ السهم مثلا مايشايفين من على الجهة اليمين فما راح يعني ما راح يأثر عليك ورح تاخد البرج بسهولة كمان عملاق الملكي نفس الشي فهالشي راح يفيده كتير بدل ما انك تفقد البطاقة تبعتك تخضي على الانفيرنو او برج القنبلة من ورا من عندك بدون ما يأثر عليك والنصيحة السادسة يا شباب او السر السادس هوية انك اكبر خطأ بتسويه انك زدت جزع فورا اول ما تشوف البرنسس هالا اكبر خطأ اول ما تشوف البرنسس راح تتركها لحتى تجي على الجسر هون الخصم راح يفكر انه ما معك جزع وما معك شي ممكن زد بطاقات فراح يبلش يزد شي ورا الجزع مثل دارت جوبلين عصابة الغول هيك بتكون تخلصت من كل البطاقات فقط باتنين اكسير يا شباب وخصرت الخصم تقريبا شي 8 اكسير والنصيحة السابعة او الخطأ اللي بيتكبوه معظم اللاعبين اللي بيستخدموا العصان متن مشايفين انه بيسحبوا على الهوغ للنصف هاد اكبر غلط انت بتسويه وقت يزدتلك الخصم هوغ انت راح تسعبه اول مرة على البرج الرئيسي متن مشايفين هون هاي الخصم زدت الهوغ انت بتسحبه على البرج الرئيسي بواسطة العصار بتفعل البرج تبع الملك تبعك هيك راح تكسب يكون في عندك ثلاث ابراج عم يضربوه على الهوغ هلا وقت الخصم بيزدتلك هوغ مرة تانية ما بتسحبه على البرج الرئيسي بس بتسحبه على النصف متن مشايفين ثلاث ابراج عم يضربوه على الهوغ هيك بتتخلص بالهوغ فقط بواسط العصار في هاد السر لمستخدمين العصار والنصيحة التامنية يا شبابه هي للثري ماس كتير طبعا معظم الخصوم اللي بتجيك عم تستخدم ثري ماس كتير فممكن تخسر بسهولة متن مشايفين بزدتلك النايت من هاي الجهة واثنين ماس كتير من هاي الجهة انت هون اذا كنت بتستخدم الاعصار فقط كل ما عليك تجمع الثري ماس كتير بالنصف تزدت عليه هون اي شي وكون معك جندي بيضرب يعني دمج متل الويزارد او الباولر راح تقضي على الثري ماس كتير بسهولة بالاضافة هاي نصيحة تانية للثري ماس كتير ولست نصيحة تالتة هي كمان ازاي رد هجم عليك مسلا مرة تانية كمان معاك اعصار بتحسن فقط بالاعصار بالاضافة للفاير بول تتخلص من الثري ماس كتير بالاضافة للجندي اللي زدتوا معهم متل مدق المعركة او النايت متن مشايفين هيتخلصنا من الثري ماس كتير والنايت فقط بالفاير بول بالاضافة للاعصار طبعا هذا ازا ما كان معك شي تصد الثري ماس كتير وإذا البرج تبعك راح بالثريمس كتير يعني بالهجوم الأول راح والخصم راح يزدتلك ثريمس كتير أنت فورا بتكون جاهز لتزد أي جندي ما راح تستنادي زد وبعدين بتزد الجندي تبعك لا أنت بتكون مجهز الجندي أول ما ينزل ثريمس كتير بتنزل الجندي تبعك مشان ما تخسر البرج تبعك وما في داعي أنك تضرب فيربول والنصيحة التاسعة يا شباب هو خطأ ممكن يرتكبوا بعض اللاعبين وكمان النصيحة كتير حلوة وهي وقت الخصم يزدتلك ماينر أنت هوم راح تزد أي شيء بعدين بتنتظر شوي وبتزد الجندي تبعك أو بتضرب فيربول شوفوا هوم فائدة الفايربول يا شباب وقت يزدتلق الخصم ماينر فورا بتزدت الفايربول عليه وبتفعل البرج الرئيسي تبعك مثل مشايفين زدتنا فيربول وفعلنا برج وهيك يا شباب منكون خلصنا النصائح والنصائح هن تسعى أنا قلت بالمقطع يعني بنوان مقطع عشرة نصائح فعزروني يعني نصائحة واحدة ما راح تفرق إن شاء الله يكون عجبكم المقطع وإن شاء الله تستفادوا من هاي النصائح وإذا عجبكم المقطع نحطوا لايك ونشروا هاشتاك حملة توصيل سبايدر خمسة وعشرين ألف مشترك راح تلاقوا الهاشتاك بالوصف فقط ضغطوا على الهاشتاك وبعدين نسخوا ونشروا الهاشتاك ولهوني شباب منكم وصل لنا هاية حلقة نائز إذا عجبتكم الحلقة لنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب كام معكم سبايدر من قناة سبايدر جيمر والسلام عليكم